مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسيين اليوم تعرض الناشط السياسي ومنسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد فوزي الداعس رفقة صديقة إلى العنف المادي واللفظي من قوات الأمن بأحد المراكز في تونس العاصمة وفي تصريح أوضح فوزي الداعس أن أطوار الحادثة تتمثل في إقدام دورية أمنية ليلة البارح على استجوابها رفقة زميلة عن سبب تواجدهما أمام مقر سكنه في باب الخضر وذلك قبل منتصف الليل بجل الأمن نعتبر ذلك خرق لتوقيت حضر الجوالين وفي حين أن الداعس أكد لهم أن الساعة منتصف الليل إلا عشرون دقيقة وأن تواجده رفقة رفيقة لا يعد خرق لحضر الجوالين وأضاف الداعس أنه بعد أن غادرت الدورية الأمنية عادت قبل منتصف الليل بدقائق رفقة دورية ثانية وأقدمت على أخذه لمركز الأمن رفقة صديقه وتم اتهمهما بخرق حضر الجوالين وأكد الداعس أنه أثناء استعماله لهاتفه اتصل بأحد أصدقائه ليعلمه بالواقع قام أحد أعوان الأمن بافتكاك كهاتفه وذربه على وجهه وتوجيه الفاظ نبية وحين تدخل رفيقة لفظ ذلك تم الاعتداء عليه أيضا وأفاد فوزي أداعس أنه بعد اتصال بصديقه قبل افتكاك هاتفه تحولت مجموعة من المحامين إلى مركز الأمن على غرار المحامية الليلة الحدادي وأكد أنه لم يغادر مركز الأمن إلا وقد تم تحرير محذر في الغرض ضد عون الأمن الذي اعتداء عليه رفقة صديقه بالعنص اللفظي والمادي وتم إحالة المحذر على النياب العمومي وزيد أكد فوزي أداعس أنه في حدود الساعة السادسة صباحا غدر مركز الأمن وأكد أنه لن يتنازل عن حقه في تتبع عون الأمن قضائيا شكرا